بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب إغاثة اللاثان في مصائل الشيطان الإمام بن القيم التوزية رحمه الله الدرس السابع الثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الله تعالى والعاقبة للمتقين وقال تعالى والعاقبة للتقوى والمراد العاقبة في الدنيا قبل الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ما يجري في هذه الدنيا من المداولات بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل فإن الله سبحانه وتعالى يجعل العاقبة للمتقين العاقبة قبل العاقبة يكون هناك مداولات بين الحق والباطل للابتلاء والامتحان ولكن النهاية تكون النهاية الحسنة تكون لأهل الحق وللحق ولكن هذا يحتاج إلى صبر يحتاج من أهل الحق إلى صبر وعدم الياس وعدم استبقى النصر فلا بد من الصبر ثم مع الصبر تكون العاقبة للمتقين تكون العاقبة للتقوى نعم والمراد العاقبة في الدنيا قبل الآخرة لأنه قد يفنى بعض الناس أن المراد بالعاقبة يعني في الآخرة لا في الدنيا الدنيا قبل الآخرة وهذا شيء مشاهد ما يجري بين الحق والباطل وأن أهل الحق ينتصرون في النهاية هذا شيء معروف في تاريخ البشرية نعم والمراد العاقبة في الدنيا قبل الآخرة لأنه ذكر ذلك عقبة قصة نوح ونصره وصبره على قومه فقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين نعم الله جل وعلا قصة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما جرى للأنبياء من قبله من نوح وما بعده وهذا موجود في القرآن ثم قال الله لنبينا فاصبر إن العاقبة للمتقين وقال تعالى وقال تعالى والعاقبة للتقوى والله جل وعلا لا يخلف وعده فالمتقين فالمتقين لهم العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة فالمؤمن إذا ذكر هذا فإنه يطمئن ويصبر ولا يستعجل نعم فقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك هذا من معجزات هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك هذه الأمام ولا رأى ما حصل بين ولكن الله أخبره بذلك وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أعلمه شيئا لم يشاهده ولم يحضره يكون ذلك دليلا على صدقه ومعجزة له ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها ما كنت تعلمها أنت يا محمد ولا قومك وهم العرب ما كانوا يعلمونها إلا أن الله ذكر في القرآن وقصها عليهم في القرآن كأنهم يشاهدون ويحضرون نعم فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر على ما يكون من أجل الكفار ومن مكيدتهم اصبر على ذلك فإن العاقبة لك ولقومك العاقبة للمتقين حلقها بهذا الوصف علق العاقبة بهذا الوصف تقوى نعم إن العاقبة للمتقين أي عاقبة النصر لك ولمن معك كما كانت لنوح عليه السلام ومن آمن معه كانت العاقبة لنوح عليه الصلاة والسلام على قومه نغرقهم الله وأنجاه ومن معه في السفينة التي صنعها نوح بأمر الله سبحانه وتعالى أنجيناه وأصحاب السفينة والبقية وارقوا تفجرت عليهم الأرض من تحت أرجلهم وأمطرت عليهم السماء من فوقهم فالتقى الماء من السماء والأرض على أمر قد قدر حتى غطى الجبال وغرقوا جميعا إلا من كان مع نوح في السفينة نعم وكذلك قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قول الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة الصلاة سواء كانت مفروضة أو نافلة لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه يقف بين يدي ربه ويناجيه ويدعوه ويركع ويسجد أمام ربه سبحانه وتعالى فالصلاة فالصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أنواع من العبادات القولية والفعلية فهي عبادة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم أقوال وأفعال هذه هي الصلاة هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهذا في الصلاة اسجد واقترب يعني اقترب من ربك السجود يقربك من الله سبحانه وتعالى فالصلاة عظيمة وهي صلة بين العبد وبين ربه ولذلك فرضها الله في اليوم والليلة خمس مرات لكل مرة يقف العبد بين يدي ربه ويدعوه ويثني عليه ويذكره فهي عبادة عظيمة لمن عقلها وتدبرها فلاه الذي يتحرك يركع ويسجد بدون حضور قلبه ودون خشوعه إن صلاته لا تنفعه لا تنفعه صلاة المنافقين ما تنفعهم لأنهم لا يأتون رغبة فيها وإنما يأتون مداراتا أو يأتون من باب العادة ولا يأتون لا يأتون لها لذة ولا يأتون لا يأتون فيها راحة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستريح في الصلاة من هموم الدنيا إذا وإذا اشتد عليه نحتاج إلى صبر الذي لا يصبر لا يمضي في الصلاة بل يمل ويتركها نعم لا نسألك رزقا نحن نرزقك الله لم يطلب من نبيه رزقا لأن الله هو الرزق بيده الرزق نحن نرزقك لم يطلب منه رزقا ولا إعانة وإنما أمره بالصلاة لمصلحته هو مصلحة العبد المصلحة فيها للعبد وكل الطاعات مصلحة ترجع للعبد أما الله فإنه غني عنه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد يا عبادي لو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا العبادة العبادة راجعة إلى العبد عمره الله بها لمصلحته هو وحاجته إليها نعم والعاقبة للتقوى العاقبة تكون للتقوى لأهل التقوى نعم وقال وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا تصبروا على ما أصابكم وتتقوا الله سبحانه وتعالى لا يضركم كيد الكفار شيئا فإن الله معكم ومن كان الله معه فإنه لا يغلب ولا ولا يخسر لأن الله معه معية خاصة يعينه ويسدده ويرزقه نعم وقال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين نعم الملائكة تنزل مع المسلمين وقت جهاد الكفار وقت اللقاء لأنها الملائكة لا تقاتل ولا تحمل السلاح ولكنها تثبت المسلمين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمن فهم ينزلون يثبتون المؤمنين ويطمعنونهم ويحجزون لهم الكفار حتى يلحقوا بهم ويقتلوهم فجاءت الملائكة في بدر مع المسلمين وجاءت الملائكة يوم أحد مع المسلمين وتأتي مع المسلمين إذا صدق المسلمون مع ربهم أنزل الله الملائكة تثبتهم وتعينهم تقويهم تلقي الرعب في قلوب الكفار نعم وقال تعالى إخبارا عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه نصر بتقواه وصبره فقال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين نعم لما دخل إخوة يوسف عليه محتاجين فقراء يريدون أن يأني الميرة لقومهم يريدون أن يكتالوا لقومهم من خزائن من خزائن التي عليها يوسف عليه السلام حفيظ عليها ما عرفوه ما عرفوا عرفوا يوسف في الأول ولكن في النهاية عرفوه في النهاية عرفوه قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف هذا أخي لأنه طلب منهم في الأول أن يحضروا أخاهم بن يمين فأحضروه فأمسكه يوسف عليه السلام بمكيدة وهي أنه أمر قومه أن يضعوا صواع الملك في في رحل في رحل أخيه وكان الصواع الملك من ذهب ف فنادوهم أيها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم قالوا أي إخوة يوسف وأقبلوا على من ناداهم إنكم لسارقون ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيد يعني من جاء بصواع الملك رده نعطيه حمل بعيد مكافأة له وأنا به زعيم يعني كفيل كفيل بهذا الوعد ف فتشوا فتشوا في في أحمال في أحمال القافلة ما وجدوا فيها شيئا ثم وجدوا الصواع في رحل أخي يوسف بن يامين في رحله فأمسكه يوسف عليه السلام عنده وحبسه قالوا يا إن له أبا شيخا أيها الملك إن له أبا شيخا كبيرا يعني يعقوب عليه السلام أخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن أخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فرجعوا إلى أبيهم وهم في غاية الندام وفي غاية ماذا يواجهون أباهم قد فقدوا أخاهم ومتكفلون بإحضاره والرجوع به قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فرجعوا إلى أبيهم فقالوا يا أبانا إن ابنك سر وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وأسأل القرية أي أهل القرية وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقمننا فيها وإنا لصادقون فيعقوب عليه السلام استرجع وقال عند ذلك استرجع إلى ربه وسلم الأمر لله عز وجل لأنه لا حيلة إلا هو فالحاصل أن العاقبة للمتقين العاقبة صارت ليوسف وأخيه نعم وقال إخبارا عن يوسف عليه السلام أنه نصر بتقواه وصبره فقال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين لما دخلوا عليه في المرة الثانية ووجدوا عنده سعة الصدر والرحابة وخسن الضيافة وأنه كال لهم ووفى لهم الكيل قالوا أئنك لأنت يوسف قال لأن يوسف عليه السلام قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وفيه إذ أنتم جاهلون لما ذكر لهم ذلك قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا قد من الله علينا إنه من يتقي الشاهد عند هذه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين نعم إنه من يتقي الله جل وعلا ويصبر على ما أصابه ولا يستعجل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين نعم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني يجعل في قلوبكم معرفة الحق من الباطل والفرق بين الحق وهو الباطل يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم فالتقوى تفيد هذه الفائدة العظيمة أن الله يجعل في قلب صاحبها الفرقان الذي يعرف به الحق من الباطل نعم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم والفرقان هو العز والنصر والنجاة والنور الذي يفرق بين الحق والباطل نعم وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسد ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا نعم الله علق على التقوى خيرات كثيرة في آيات كثيرة منها ما ذكره الله في هذه الآية وهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا من كل ضيق يجعل له مخرجا من كل ضائقة نعم ويرزقه من حيث لا يحتسد ويأتيه رزقه من حيث لا يحتسد من حيث لا يدري يأتيه من جهة لا يدري أنه يأتي منها نعم ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يعتمد على الله يتوكل يعني يعتمد على الله فهو حسبه كافي حسبه يعني كافي نعم إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره أمر هذا العبد ومسدده ورازقه بسبب التقوى نعم قد جعل الله لكل شيء قدرا قد جعل الله لكل شيء قدرا أي مقدارا وتقديرا يقدره سبحانه وتعالى فالأمور بالمقادير ما هي الأمور ليست الأمور مبيعة وإنما مقدرة خلق كل شيء فقدره تقديرا نعم وقد روى ابن ماجه وابن آبي الدنيا عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم نعم هذه الآية وهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسد ومن يتوكل على الله فهو حسبه نعم لو عمل الناس بهذه الآية فالكفتهم وكفاهم الله من كل ما يهمهم وإنما يقصرون في العمل بهذه الآيات وهذه البينات يؤتون من تقصيرهم وغفلتهم وضع في توكلهم على الله سبحانه وتعالى نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لو سعتهم فهذا في المقام الأول وأما المقام الثاني فقد قال تعالى في قصة أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم نعم في أحد حصل على المسلمين نكبة حصل على المسلمين نكبة لما التقى المسلمون والكفار عند جبل أحد الجبل المعروف عند المدينة الكفار جاءوا يغزون الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم الأحزاب من كل القبائل يريدون القضاء على الرسول وعلى دعوته فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تقابل مع المشركين كان المشركين كثيرون كان المشركون كثيرين بأعداد وأحزاب كثيرة والذين مع الرسول قلة بالنسبة لعدد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم نظم المسلمين وجعل على الجبل جعل على الجبل جماعة من الرمات الحاذقين في الرمي يحمون ظهور المسلمين فصار المسلمون محمية ظهورهم محمية ظهورهم ارتفروا لقتال الكفار فلما التقوا والمسلمون محمية ظهورهم لا يأتيهم أحد من الخلف انتصر المسلمون إذ تحسونهم بإذنه تقتلونهم تحسونهم يعني تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وذلك أنه لما أخذ المسلمون يجمعون المغانم قال الذين على الجبل ننزل انتهت المعركة ننزل ونشارك إخواننا في المغانم نجمعها معهم فقال لهم رئيسهم أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا لا تتركوا الجبل لكنهم عصوا ونزلوا يظنون أن المعركة انتهت فلما نظر خالد بن الوليد وكان مع الكفار قبل إسلام رضي الله عنه نظر إلى الجبل وجده فارغا فدار وانقض على المسلمين من خلفهم فوقع المسلمون بين الكفار من أمام ومن خلف دارت المعركة من جديد وحصل على المسلمون نكبة قتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون صارت معركة والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب أصيب انهشم المغفر على رأسه وغاصت منه حلقتان في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع صلى الله عليه وسلم في خفرة حصلت مصيبة عظيمة على المسلمين بسبب أن الرمات تركوا الجبل فهذه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم نكب المسلمون بسبب هذه المعصية لما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا عن الجبل وكان قال لهم لا تنزلوا من الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا فلما عصوا أو عصى بعضهم صار شؤم هذه المعصية على الجميع فهذه ثمرات المعاصي والعياذ بالله حتى مع أفضل الخلق وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فقال تعالى في قصة أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يعني في بدر قد أصبتم مثليها في بدر قتلتم سبعين وأسرتم سبعين نعم قلتم أن هذا ما هو سبب ما أصابنا ما هو الجواب قل هو من عندي أنفسكم قل هو من عندي أنفسكم السبب من عندكم أنتم لما عصيتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت المصيبة حتى على من لم يعصر لأن العقوبة إذا نزلت تعم العقوبة إذا نزلت تعم فعمت من لم يعصر نعم وقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزله الشيطان ببعض ما كسبوا نعم في بقعة يوحد في ناس يعني خرجوا خرجوا يريدون القتال ثم إنهم تراجعوا ثم إنهم تراجعوا تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان هو الذي أوقعهم في هذه المعصية وتراجعوا عن القتال نعم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا يعني ببعض ذنوبهم صلت الله عليهم الشيطان ببعض ذنوبهم نعم وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى مبيناً أن المصائب حقوبة على المعاصي حقوبة على المعاصي نعم قال وما أصابكم من مصيبة فبما أصابكم من مصيبة أي مصيبة فبما كسبت أيديكم أي بسبب ذنوبكم المسلم يحاسب نفسه والمسلمون يحاسبون أنفسهم وينقوا أنفسهم من المعاصر ويعفو عن كثير ولو آخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب لكن الله يعفو سبحانه وتعالى وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر الفساد معناه ما يصيب الناس في البر من تسلط العدو ومن القحط والجدب وفي البحر ما يصيب السفن والمراكب من الغرق وكل هذا بسبب الذنوب والمعاصر ظهر الفساد في البر والبحر بما؟ أي بسبب كسبت أيدي الناس والحكمة ليذيقهم بعض الذي عملوا بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يعني يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى نعم وقال تعالى وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور نعم أعيد للآية وإنا إذا أذقنا الإنسان منا من الله جل وعلا منا منه وفضلا رحمة فرحة بها والمراد بالفرح هنا فرح الأشر والبطر وإلا الفرح بنعمة الله مطلوب لكن لا يكون فرح أشر وبطر كفرح يا قارون لا تفرح إن الله أذا فرح الأشر والبطر إن الله لا يحب الفريحين نعم وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور وإن تصبهم سيئة بسبب ما قدمت أيديهم من الذنوب والمعاصي فإن الإنسان كفور ينسى نعمة الله عليه وينسى ما أعقاه الله نعم وقال تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون نعم يفرحون عند السر ويقنطون عند الضر هذه صبت الإنسان إلا من رحم الله عز وجل نعم وقال تعالى أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشع يسكن الريح يضلن الرواكد على ظهريه هذا من آيات الله أن المراكب البحرية المحملة تقف على ظهر الماء ولا تغوص يحملها الماء ولا تغوص فيه هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولو شاء لأغرقها ولسافت في الماء سفن محملة مراكب ضخمة تقف على الماء هذا من آيات الله سبحانه وتعالى نعم أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير يوبقهن يهلكهن بالغرق في الماء بما كسبوا أي بسبب ذنوبهم ويعفو عن كثير من ذنوب العباد ولو يؤخذهم الله بذنوبهم لها لكو لكنه يعفو عن كثير من ذنوبهم نعم وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ما أصابك من حسنة فمن الله المرادة الحسنة هنا سعة الرزق والخصب في الأرض والنبات في الأرض هذا من الله تفضل من الله سبحانه وتعالى ما أصابك من سيئة أي من عقوبة فمن نفسك سببها أعمالك وكسبك السيء نعم ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو المقدمة الأولى وأمر بانتظار وعده وهو المقدمة الثانية وأمر بالاستغفار والصبر لأن العبد لا بد أن يحصل له نوع تقصير وسرف يزيله الاستغفار نعم الاستغفار له مكان عند الله عز وجل وهو طلب المغفرة ما هو باللسان طلب المغفرة باللسان وبالقلب طلب المغفرة باللسان وبالقلب أما الذي يقول استغفر الله بلسانه فقط ولا يستغفر بقلبه هذا لا ينفعه الاستغفار نعم وأمر بالاستغفار والصبر لأن العبد لابد أن يحصل له نوع تقصير وسرف يزيله الاستغفار ولابد في انتظار الوعد من الصبر نعم لأن الإنسان محل التقصير يحتاج إلى الاستغفار ولذلك شرع الله الاستغفار بعد العبادة شرع الله الاستغفار بعد العبادة فإذا صليت وسلمت من الصلاة تستغفر الله ثلاثا إذا قمت من المجلس تستغفر الله كفارت المجلس في ختام العمر تستغفر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه هذه علاماته أجل الرسول صلى الله عليه وسلم سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أمره أن يختم حياته بالاستغفار والتوبة مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل مسلم بحاجة إلى الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل نعم وأمر بالاستغفار والصبر لأن العبد لا بد أن يحصل له نوع تقصير وسرف يزيله الاستغفار ولا بد في انتظار الوعد من الصبر فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد نعم يعني ما إذا تأخر المطلوب يصبر لا يستعجل ويقنط ويقول دعوت ودعوت فلم يستجاب لي لا يصبر يصبر وينتظر الفرج نعم فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد وقد جمع الله سبحانه بينهما في قوله فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار اصبر يا أيها الرسول إن وعد الله حق واستغفر لذنبك صبر واستغفار هذا الذي أمر الله به رسوله هو أمر للأمة نعم وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار سبح أي نزه ربك تسبيح والتنزيح أي نزه ربك عما لا يليق به من الشرك ومن النقائص والعيوب نزه ربك عز وجل نعم بالعشي والإبكار بالعشي وهو من زوال الشمس بالعشي من زوال الشمس يبدأ العشي من زوال الشمس دخول وقت الظهر والإبكار أول النهار الفجر صلاة الفجر نعم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه قصص الأنبياء وأتباعهم وكيف نجاهم بالصبر والطاعة ثم قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم أي قصص الأنبياء وأممهم مما ذكره الله في كتابه لقد كان في قصصهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عبرة أي عظة لأولي الألباب أصحاب العقول الذين ينتفعون في القصص ويستفيدون منه هم أصحاب العقول نعم فصل يكفي نقف بسعن لك وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول يكفي رضينة الشيخ أفقكم الله بقوله عز وجل واسأل القرية هل هذا دليل على ما يقوله بعضهم من وجود المجاز في القرآن الكريم لا ليس في دليل على القرية المراد بها أهل القرية والتقر هو الاجتماع فالمجتمعون يقال لهم قرية يقال لهم قرية إذا اجتمعوا يعني من التقر وهو الاجتماع نعم اسأل القرية يعني يسأل أهل القرية ما يسأل المباني والطين يسأل أهلها فهم يقالوا لهم قرية من التقر وهو الاجتماع ولهذا يقال قرية النمل هل النمل لها مباني لا معناه اجتماع النمل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما تفسير قول الله سبحانه فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون نعم إخوة يوسف عقوب عليه السلام لما قال لهم يوسف وهم معرفو أكالهم قال أتوني بيأخلكم من أبيكم توني بيأخلكم من أبيكم وهو بن يامين أصغر أصغر أولادي عقوب عليه السلام فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقرب قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا حضرت المرأة إلى الجامع في صلاة الجمعة فهل تصلي ركعتين أم تصلي أربع ركعات ظهراء تصلي مع المسلمين ركعتين جمعة أو تكفيها عن الضغط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اعتمرت ولم أستطع أن أصلي ركعتي الطواف لشدة الزحام ثم أنسيتها ولم أصلها إلا في الرياض فهل علي شيء في ذلك هي ما تصلى إلا في الحرم ما تصلى في الرياض ولا في غيره وهي سنة ما هي واجبة طوافك صحيح إن شاء الله نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما يسمى بالأربعين التي تجعل للميت بعد وفاته هل هي أمر مبتدع نعم أمر مبتدع وليس هناك أربعين للميت ولا لغيره نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انتشر بين عدد من النساء أنهن يخرجن إلى الأسواق وغيرها متعطرات متجملات وبملابس مزخرفة يقول من نصيحة في مثل هذا الأمر وما واجب غلاة أمورهن في ذلك لا يجوز إذا أرادت أن تخرج إلى السوق فإنها تخرج بثياب رثة تفيلات قال صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفيلات يعني بثياب غير زينة ثياب عادية ساترة لكنها ما فيها جمال ولا فيها ما يلفت النظر فلا تتجمل المرأة عند خروجها إلى السوق ولا تتعطر ولا تنظر إلى الرجال وإنما تكون محتشمة غاية الاحتشام نعم فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المنكرات الظاهرة التي تنتشر بين الناس بين فينة وأخرى ما كيفية إنكار هذه المنكرات الظاهرة التي تكون عامة قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعها بلسانه فإن لم يستطعها بقلبه يغيره بيده هذه لأصحاب السلطة لأعضاء الهيئة الذين عينهم ولي الأمر لإنكار المنكر فإن لم يستطعه يعني ما له يد وليس من رجال الهيئة فبلسانه بلغ الهيئة بلغهم هذا من إنكار المنكر باللسان فيبلغ أعضاء الهيئة هذا من الإنكار ولا يكفي أنه يسكت يقول أنا ما علي ولنا من الهيئة لا أنت منهم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه تنهىهم عن المنكر فإن لم يمتذلوا تبلغ الهيئة تسعى في إزالة هذا المنكر وإن لم يستطع بقلبك يبتعد بقلبك يعني يبتعد عن هذا المكان ولا تجلس ثولنا منك لم قلبك لا إذا أنكرت بقلبك يبتعد عن المكان هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول متى يشرع للمأموم أن يقول آمين نعم متى يشرع للمأموم أن يقول آمين هل هو يكون مع الإمام مع تأمين الإمام أم يكون بعده لا إذا انقطع صوت الإمام فإنه يؤمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من يرتكب المنكرات والكبائر ثم يتوب منها ويرجع مرة أخرى لهذه الكبيرة ويندم يقول من نصيحة في مثل هذا هل يستمر على استغفاره وندمه أم ماذا يصنعه نعم لابد أن يستمر على التوبة والاستغفار ولو تكرر منه ذلك كل ما حصل منه ذنب ومعصية يستغفر ويتوب ما هو بلسانه فقط لكن بلسانه وبقلبه وبفعله أيضا استغفار صادق ما هو باستغفار باللسان ولا يقنط من رحمة الله قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا دخل المسافر مع الإمام المقيم في صلاة العشاء وهذا المسافر يريد صلاة المغرب هل ينفصل عن الإمام بعد الثالثة ويتشهد ويسلم أم أنه ينتظر الإمام حتى يسلم فيسلم معه إذا عيش إذا دخل المسافر مع الإمام المقيم في صلاة العشاء وهذا المسافر يريد صلاة المغرب هل ينفصل عن الإمام بعد الثالثة ويتشهد نعم نعم إذا قام الإمام للرابعة فإن هذا يجلس ويأتي بالتشهد فإن شاء انتظر الإمام سلم معه وإن شاء سلم لنفسه نعم ثم أرعاك الله ووفقك يقول وإذا سلم هذا المأموم بعد الثالثة هل يصح له أن يدخل مع الإمام مباشرة في ركعته الرابعة لا لا ما يقسم الصلاة الواحدة بين صلاتين نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أنا أشتري سلعا في صناديق مغلقة وأعلم أن بداخل هذه الصناديق أن بداخلها ثيابا مستعملة لكنني لا أقلبها قبل شرائها فهل هذه المعاملة صحيحة وهذا الشراء جائز أنا أشتري سلعا في صناديق مغلقة وأعلم أن بداخلها ثيابا مستعملة لكنني لا أقلبها ما يصح شراء الشيء المجهون لا بد أن تفتح الصناديق وتشوف الثياب الذي فيه وتفرز تكون على بينا ما تشتري شيء ما تدري ما بداخله لا بد أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المبيع معلوما نعم هذا من شروط صحة البيت نعم فضيلة الشيخ خفقكم الله هذا سائل يقول من فاتته صلوات كثيرة فهل يصلي ما فاته عقب الصلاة تلك فيصلي الفجر مع الفجر والظهر مع القهر وهكذا لا يبادر بقضائيا مرتبة في مجلس واحد إن استطاع وإن لم يستطع يوزعها على مجالس حسب استطاعته ولا يقرنها بالصلوات يصلي بعد كل صلاة يصلي الصلاة الفائتة لا صليها متتابعة في مجلس واحد حسب استطاعته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إمام مسجدنا يجلس جلسة الاستراحة وكثير من الأحيان بعض المأمومين يقوم قبله السؤال هل الأولى للإمام أن يترك هذه الجلسة في هذه الحالة نعم إذا كان إذا كان يحصل على المأمومين اللبس في ذلك ويقومون قبله فإنه يترك جلسة الاستراحة إلا إذا أراد أنه يعلمهم يقول لهم نجلس جلسة الاستراحة يبين لهم أما أنه يجلس هو ولا يبين لهم ألا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من عاهد زوجته أن لا يتزوج عليها ثم احتاج إلى الزواج فهل يجوز له أن يتزوج ويخالف ما عاهدها عليه تزوج ويكفر عن يمينه كفر عن يمينه ويتزوج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول ما حكم أن أساهم من أجل دفن أبي الكافر في مقبرة الكفار وذلك في بلاد فرنسا يقول ما حكم أن أساهم ماليا يقول من أجل دفن أبي الكافر في مقبرة للكفار في بلاد فرنسا إذا كان عنده من يواريه فأنت غير مكلف لدفنه أما إذا لم يكن عنده من يواريه فإنك تواريه أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لما مات أبو طالب فأنا كافرا قال له إذا فواره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الصلاة أمام الإمام في صلاة الفريضة وصلاة الجنازة هل صلاة المأموم باطلة ما حكم ما حكم الصلاة أمام الإمام في صلاة الفريضة وفي صلاة الجنازة هل صلاة المأموم باطلة نعم لا يكون المأموم أمام الإمام إنما يكون خلفه إذا كان أمامه بينه وبين القبلة فإن صلاته لا تصح فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول يقول أخي يعمل في بنك وهو الذي يقوم بالإنفاق علينا وعلى الأسرة سؤاله هل نقبل ما ينفقه علينا وهل نأكل منه إذا كنتم لا تجدون غيره فاكلوا منه وإذا كنتم تجدون غيره فلا يجوز لكم أن تأكلوا منه فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم دخول الرجل إلى بيت أخيه ومخالطته لزوجة أخيه بإذن أخيه ووجهها مكشوف لا يجوز هذا هذا منكر يأمرها بستر وجهها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن يعني يغطينا وجوههن بأطراف الجلباب والجلباب هو الجلال الكبير مثل العباءة فتغطي وجهها بطراف جلباب نعم عن الرجال الذين ليسوا من محارنيا نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول هناك من العلماء المتأخرين وأيضا الله جل وعلا قال وإذا سألتموهن متاعا أسألوهن وراء حجاب حجاب يعني حجاب للوجه الملابس أو الجدار أو الباب أو غير ذلك نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول هناك من العلماء المتأخرين من يقول بأن العمل هو شرط للإيمان يقول ما المقصود بهذا الكلام وهل هو قول صحيح هذا الكلام غير صحيح العمل من الإيمان الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا تعريف الإيمان فالعمل من الإيمان وليس شرطا للإيمان نعم وما قال هذا أحد من أهل العلم المعتبرين نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله وهذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلدنا لا توجد إلا مدارس مختلطة وفي هذه المدارس منكرات عديدة نتيجة هذا الاختلاط السؤاله ما الذي ينبغي علينا نحن المسلمون هناك افتجاه أبنائنا الذكور والبنات حيال هذا كي يكونوا مدارس أهلية لأبنائكم وبناتكم كونوا مدارس خاصة بكم في بلاد الكبر درجسوهم فيها تعاونوا على البر والتقوى أنتم وإخوانكم مراكز الإسلامية أيضا كلها يد في هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول كيف يستطيع المسلم أن يميز أن المصيبة التي وقعت عليه هي بسبب معاصيه أو هي ابتلاء من الله عز وجل هي بما أصيه كما قال الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهل هناك أحد يسلم من المعاصي ما أحد يسلم لكن باب التوبة مفتوح ولله الحمد نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول الذي لا يصلي وقد قمت بنصحه لكنه لم يستجب هل أبلغ عنه إخوانه وأقاربه بشأن هذا نعم بلغ من يأخذ على يده ويلزمه بالصلاة إن كان هناك في البلد رجال حسبه وهيئة فبلغهم وإن كان ما في حسبة ولا هيئة بلغ أقاربه وإخوانه من أهل الخير يأخذ على يده نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول بعض النساء تذهب إلى محلات الملابس وتشتري فستانا ثم تلبسه لمناسبة معينة في ذاك اليوم ثم تقوم بعد ذلك بغسله وإرجاعه إلى المحل على أنها لم تلبس فهل يجوز لها هذا الأمر لا يجوز لها هذا الأمر إلا إذا أذن لها صاحب المحل إذا أذن لها بذلك فلبسه إذا لم يأذن لها هل يجوز لها ذلك فضيلة الشيخ ففقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يكثر من الحلف عند البيع والشراء من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظروا إليهم وهو لهم عذاب أليم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ ففقكم الله هذا سائل يقول والدي قبل وفاته أوصانا بأن نحج ونعتمر عنه يقول هل يلزمنا أن نعتمر ونحج عنه وهل هذه الوصية صحيحة هذا من البرد به هذا من البرد به ولو ما أوصاكم أنكم تحجون عنه حج نافلة إذا كان أدى الفريضة وتعتمرون عنه عمرة نافلة هذا من البرد به إذا أوصاكم تأكد هذا عليكم نعم فضيلة الشيخ ففقكم الله هذا سائل يقول ذكر الله عز وجل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يقول أحيانا صلاتي هذه لا تجعلني أنتهي عن هذه الأمور فما الحل في هذا لا بالتوبة مفتوح الحل بالتوبة تتوب إلى الله وتحاسب نفسك نعم فضيلة الشيخ ففقكم الله هذا السائل يقول من خارج هذه البلاد يقول يقام عندنا دروس قبل خطبة الجمعة وقبل صلاة الجمعة فما حكم إقامة هذه الدروس لا بأس بذلك إذا كان فيها فائدة فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ ففقكم الله هذا سائل يقول صلاة الكسوف هل وقعت عدة مرات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حصلت مرة واحدة كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاها بهم صلاة الكسوف وأما القمر فلم يحصل منه خسوف في عهده صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول هل هناك صلاة تسمى بصلاة التوبة إذا أذنب الإنسان ذنبا فإنه يتوضى ويصلي ركعتين ويستغفر الله نعم ورد هذا إذا فعلها فلا بأس نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أدخل إلى دورة المياه والحمامات بمتون علمية صغيرة في جيبه يكره أن يدخلها بشيء فيه ذكر الله إلا أن يخاف عليها من السرقة أو من الضياع هيدخلوا بها نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول هل البدء بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة قبل كل شيء لا في شك الرسول صلى الله عليه وسلم مكت بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد يبدأ بالدعوة إلى التوحيد أول شيء العقيدة نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سائل يقول أمي متعلقة جدا بالأولياء وتعتقد نفعهم وضرهم وتزورهم وهي تصلي وتقوم بما يقوم به المسلمون وقد التبس علي الأمر في كيفية التعامل معها وهذا هو اعتقادها هل أعاملها معاملة الكفار نصحة وبيلها ربما أنها جاهلة خذ مختصر من مختصرات العقيدة واطرأه عليها وإن كانت هي تقرأ أعطها إياه فلا تقرأه قم عليها جزاك الله خيرا وبيلها أي طريقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أذهب كل يوم إلى العمل مسافة ثمانين كيلو هل يجوز لي أن أجمع وأقصر إذا كانت المسافة بين بلدك وبين محل العمل ثمانين كيلو كما ذكرت يحل لك القصر والجمع لأنك تذهب يوميا وترجع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا أيضا سائل يقول عملي بعيد عن بيتي بمسافة مئة وأربعين كيلو مترا وهناك مسجد أصلي فيه صلاة الجمعة لكن الخطيب يسب أهل السنة والجماعة هل يجوز لي أن أترك الجمعة في هذا المسجد علما بأنه يوجد مساجد أخرى لكنها بعيدة عن عملي لا تصلي معه وهو يسب أهل السنة والجماعة هذا منكر عظيم لا تصلي معه صلها ظهرا صلها ظهرا لا تصليها جمعة إلا إن كان حولك جامع تصليها فيه وليس فيه محذور صل فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم تعليق إعلان في المسجد يكون فيه أسماء المتبرعين الذين يقومون ببناء المسجد والقيام عليه وذلك للحث على بنائه وإكماله تكون خارج المسجد الإعلانات فيها فتوى من اللجنة الدائمة لا تكون في المسجد تكون خارج المسجد على باب المسجد عند باب المسجد من بر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا قال الرجل لزوجته لن آخذ من مالك ولن آكل منه شيئا وهو حرام عليه ثم أكل منه هل عليه شيء في ذلك وهل هناك كفارة إذا قال هو حرام عليه كفر كفارة يمين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم صلاة جماعتين في مسجد واحد وهل صلاتهم صحيحة في وقت واحد لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد لا يجوز في آن واحد أما إذا كانت جماعة فاتت ثم أقاموا جماعة بعدما فاتت الجماعة الأول فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في سنوات ماضية تركت صيام بعض أيام رمضان ولا أدري كم هي هذه الأيام فما الواجب علي علما لأنني كنت ذاك الوقت غير ملتزم وأصلي بعض الصلوات إذا كنت تترك الصلاة لم يصح صيامك عليك التوبة إلى الله عز وجل والمحاولة على دينك في مستقبل حياتك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم صنع الطعام أو ما حكم صنع الطعام لأهل الميت نعم هذا الصنة في أيام في قريب من وفاته أيام التي قريب من وفاته قال صلى الله عليه وسلم أسمعوا لآل جعفر طعاما فإنه ماتاهم ما يشغلهم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في هزوة مؤته أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصنعة طعام لأهله لأنهم مشغولون بالمصيبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أنا تاجر وأسكن في بلاد المغرب وسأسافر إلى فرنسا لأجل التجارة سؤاله يقول لدي زوجتي هي حامل وتفقد الوعي بعض المرات فلا أستطيع أن أتركها في المغرب وحدها وليس عندها أحد هل يجوز لي أن أسافر بها إلى بلاد الكفر لا بأس بلاك إذا كان كما ذكرت بحاجة إلى من يكون عندها ويساعدها وأن إذا ذهبت عنها يمكن يحصل عليها ضرر سافر بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ترتيب السور وترتيب الآيات هو أمر توقيذي أم اجتهادي ترتيب الآيات توقيتي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما توضع آية إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأما ترتيب السور هذا محل اجتهاد من الصحابة يجوز قراءة هذه قبل هذه نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول والدي يشدد علي في أمر اللحية ويأمرني بحلقها وقد يقطع عني النفقة يقول إذا لم تحلقها فإنك لن تجد عملا يقول ما الواجب علي في هذه المسألة لا يجوز طاعة معصية الخالق لا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق فلا تحلق لحيتك والرزق عند الله سبحانه وتعالى توكل على الله وحافظ على السنن والواجبات ولا تلتفت إلى من يخذلك من هذا أو يتوعدك حلق قلبك بالله عز وجل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الصدقة عن الميت يوم الجمعة بخصوصه هل لها فضل في الشرع لا هذا بدعة تخصيص يوم الجمعة للصدقة عن الميت هذا بدعة الصدقة مشروعة في أي يوم من أيام السنة حين ولسيما وقت الحاجة لا صار إنسانا محتاج تجي لم يوم الجمعة أعطيك ومحتاجة الآن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم نحر الإبل وهي باركة وهل ينكر على من فعل هذه الطريقة لا ما ينكر على من فعل المهم أنه يذكيها الذكاة الشرعية باركها واقبة لكن كونها واقبة أريح لها أريح للبعير إنه ينحر وهو واقف نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ بسم الله عليها صوافة صوافة يعني قائمة معقولة يدوى اليمنى نعم فضيلة الشيخ للخبار ولا للصغار الذهابي ليه وفيها منكرات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الرجل رأى قريبه في المنام يأمره بأن يتصدق عنه هل يلزم هذا الرأي أن يتصدق عن الميت الرؤية لا يبنى عليها أحكام شرعية ولكن إذا تصدق عليه من باب الإحسان إليه لا بس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن السيئات تجري على الميت حتى بعد وفاته هل ليش هل صحيح أن السيئات تجري على الميت حتى بعد وفاته لا بعد وفاته ما تجري عليه يجري عليه إثمها إذا لم يتوق منها يمكن أما أنها تجري عليه بمعنى كأنه فعلها وهو ميت لا نعم قضينة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات هذه الأمور المشتبهات ما حكم أن يعمل الإنسان بها وأن يأخذ بها هل هو حرام أو حلال كم من الحديث فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع به ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الهدية فهل إذا رد الإنسان هدية من شخص هل يعد قد ارتكب أمرا محرما لا ما هم محرم لكن لا أولا أن يقبل الهدية كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها فلا يردها لكن لا يلزمه أن يقبلها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للأب أن يفضل بعض أبنائه وذلك من ناحية أنه يقرض بعضهم دون بعض محتاج إذا كان منهم أحد محتاج فيقرضه قدر حاجته نعم إن جاء وفقكم الله الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر